على مدار يومين احتضنت إليات أدرار المسابقة الوطنية للرمي بمختلف الأسلحة الفردية مسابقة حضرها المدير العام للجمارك والهدف منها تفعيل التعاون بين مختلف القطاعات لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة العمل هو مكافحة التهريب لأنه كما نعلم أنها جهة فيها تهريب وفيه نتائج أولية وننتظر نتائج أكثر بفضل هذه المجهود في مقص البنى التحتية وهذه البنى التحتية وصلت اليوم لهذا الحد لأنه فيه جهد كذلك من الولاية وعلى رأسها سلطة المحلية وعلى رأسها سيد الولي الذي عاونه كثير وبهذه المناسبة شهدت الولاية تتشين الغرفة المتعددة المهام للجمارك بمنطقة رجان عندما زرت رجان 2006 رأيت أن شفت باللي المقر اللي تحت حمله هنا كان مقر صغير جدا ومقر ما كانش ملائم واليوم الحمد لله فيه فتح مقر جديد لباش الأعوان يكونوا في وضعية حسنة في مكاتب جديدة واليوم ننتظر منهم العمل والعمل الجاد لأن الواحد اللي ما يكونش في مناخ ملائم ما يعطيش الجهد اللي ننتظر منه المشاركون شددوا على أهمية التعاون بين قطاعات وزارات الدفاع والجمارك لوضع حد للجريمة المنظمة والتهريبة خاصة على الحدود ترجمة نانسي قنقر